حذر رئيس فريق التحقيق الدولي في العدوان الاسرائيلي على غزة ريتشارد جولدستون من ان عدم مساءلة مرتكب جرائم الحرب في الشرق الاوسط من شأن التقويد اي امل في اقرار السلام في المنطقة تحذيرات جولدستون جاءت خلال تقديمه تقريره المفصل حول العدوان الاسرائيلي على غزة الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جينير وقد رحبت الولايات المتحدة بتحفظ شديد بتقرير جولدستون لكنها رفضت توصيته بانكانية تحويل الامر للمحكمة الجنائية الدولية معي عبر الهاتف حول جلسة مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة مباشرة من جناف الصحفي المتخصص في شؤون الامم المتحدة سيد تامر ابو العنين سيد تامر كلمة جولدستون امام المجلس التابع للامم المتحدة ما هي النقاط التي تتوقف عندها فيها التوقف جولدستون في هذه الكلمة على اشياء مهمة من ابرزها ان اهمية هذا التقرير في سرد الحقائق كاملة والبعثة الاممية التي توجهت الى هناك كيف تقصت الحقائق وكيف جمعت المعلومات وما هي الادلة التي تثبت او تدين اسرائيل بانها استهدفت المدنيين عنها في عملياتها الاخيرة على غزة هذه كانت ابرز النقاط بالاضافة الى دعوة مجلس حقوق الانسان لتبني هذا التقرير واعتماده ومن ثم يصبح من الوثائق الرسمية التي تدين اسرائيل في حربها على غزة كيف ترى استقبال مختلف الدول المشاركة في الجلسة لنقاط جولدستون في الواقع هناك فرق بين نوعين من هدود الافعال الدول العربية والمجموعة الاسلامية ودول العالم للحياز رحبت بالتقرير ورأت في خطوة ايجابية جيدة جدا لا يجب التهاون معها ويجب التمثل بها في حين ان الاتحاد الاوروبي رغم انه قال ان التقرير مهم الا انه طالب جولدستون بتقديم رد على مجموعة كبيرة من الاسئلة كيف عثر على هذه الادلة كيف تمكن من جمعها هل هناك وثائق تسبت كذا وكذا 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 يعني حاول الاتحاد الاوروبي هنا لا ان يشكك ولكن ان يعثر على بعض العثرات ربما يمكن ان توصفها كذا امام هذا التقرير الهم جدا رغم اجماع غالبية الدول المجلس والمجلس على انه بالغ الهمية اذا كان هناك نوعان من ردود الفعل هل نستطيع ان نقول ان هناك اتفاق على الاليات المقاررة لتفعيل تقرير دولي في الواقع يعني هذه الاليات دائما تختلف حسب تقييم كل دولة وحسب تقييم ايضا المجلس بصفة نعمة ولكن دائما القضية العربية الاسرائيلية تشهد داخل مجلس حقوق الانسان انقساما حدا بين الشمال والجنوب بين الشرط والغد فنجد ان الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة تأخذ صفا والدول العربية للحياة سنضم وتتعاطف مع المجموعة العربية والمجموعة الاسلامية وبالتالي يحصل نوع من بلورة المواقف هنا وهذا ما احيانا يتضطر بعض الدول العربية او المجموعة العربية ان تقدم بعض التنازلات في سبيل التوصل الى توافق حتى يمكن تفعيل هذه القرارات وحتى يمكن تثبيت وتأكيد هذه التقارير ولكن عادة ما تخفض في الوصول الى ذلك ولكن مع تكرار هذه التقارير وخاصة ان ليست هذه المرة الاولى التي تدان فيها اسرائيل داخل مجلس حقوق الانسان فاعتقد ان هذه المرة لن تكون سهلة على الدول الاوروبية بالتحديد والولايات المتحدة وكندا ان تحاول ان تبرق او تقلل او تخفف من لهجة التقارير من جنيف الصحفي المتخصص في شؤون الامم المتحدة تامر ابو العنين شكرا جزيلا لك